موسيقى أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج المشفد اليمني ما يقرب العام مر على تحرير عدن ولا تزال المدينة تعاني آثار الحرب المدمرة التي شنتها ميليشيات الحوذي والمخلوع ورغم النجاحات الواضحة للسلطات المحلية في ملفات الأمن ومحاربة الإرهاب واستعادة مؤسسات الدولة إلا أن أزمة جديدة برزت إلى السطح مع دخول فصل الصيف الحار إذ تعاني المدينة أزمة حادة في خدمات الكهرباء أزمة فاقمت في الواقع معاناة المواطنين مع اقتراب درجات الحرارة من الأربعين ما تسبب في اضطرابات شعبية وتظاهرات احتجاجية سدعت قيام المحافظ عيدروس الزبيدي بعقد مؤتمر صحفي بمعية مديري وبسولي لدارات المختصة لتوضيح حقيقة ما يجري للرأي العام هناك ظاهرات وإحراق للإطارات وقطع للشوارع والطرقات ذلك ما أل إليه المشهد في مدينة عدن نتيجة أزمة الكهرباء الحادة التي تعيشها المدينة أزمة يعام مراقبون أن تأجيجها لم يكن نتيجة حرارة صيف اللهب فحسب بل أيضا بفعل أطراف مرتبطة بأجهدنات انقلابية تهدف لإرباك المشهد ونشر الفوضى في المدينة المحررة نحن حريصين على أن الحقيقة تصل إلى أبناء عدن والمحافظات المقاورة لما يدور من سوق خدمات في هذه المحافظة لما يدور من تحريض بعض الأحزاب السياسية التي لا زالت توجد في مؤسسات الدولة منذ تحرير عدن قبل عام عموما هي فرصة اليوم لنلتقي بكم وأن كنا نتمنى أن تكون ظروف أفضل من هذه الظروف لنلتقي بها ونتبالل الرأي ساعة انقطاع التيار الكهربائي تجاوزت الخمس عشرة ساعة في بعض الأيام ليعم الغضب الشارع العدني ما دعا المحافظ عيدروس الزبيدي إلى عقد مؤتمر صحفي بحضور مدراء مؤسسات الكهرباء والنفط والمصافي والمالية استعرض المسؤولون تقارير عن مسببات وتعقيدات الأزمة وتشعباتها محذرين من أن استمرار الوضع كما هو عليه سيقود إلى كارثة محققة ما لم تفعل الحكومة دورها وتعود لممارسة مهامها طبعا متمر الإقامة الأخ المحافظ والسلطة المحلية في محاولة عدن نوجه في انخلاله رسالة إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية بأن تعود الحكومة وبالذات الوزراء المعنين بالخدمات ليمارسوا عملهم من محاولة عدن المهندس مجيب الشعبي مدير مؤسسة كهرباء عدن وبعد استعراض تقريره أعلن أنه سيقدم استقالته للمحافظ يخرج الصحفيون بخلاصة مفادها أن أهم أسباب الأزمات الناشبة في المناطق المحررة يكمن في غياب الحكومة الشرعية وعدم قيام الوزراء بواجباتهم لبرنامج المشهد اليمني صالح باللغبر عدن أيها الأخوة نرحبوا معنا في السيد البرنامج بالأستاذ صفوان سلطان إعلامي وحقوقي يمني ومعنا أيضا من عدن الأستاذ قيس الشاعر كاتب ومحلل سياسي ورحبوا بضيفي الكريم أهلا بك معنا أستاذ صفوان الحلقة وحقيقة أيضا نرحب بضيفنا من حقيقة من عدن ونبدأ الحوار معك من هنا عودة تأزمة للكهرباء كانت تحضر وتختفي وتحضر وتختفي منذ تحرير المدينة والسعادتها وما زالت حقيقة تخفي وترجع الآن رجعت يبدو لي بشكل أكبر حتى نرأينا في مظاهرات ورأينا الآن من يلوح بالاستقالة يريد أن نفهم مشكلة هذه الخدمة حقيقة مشكلة الكهرباء في عدن وفي المناطق الساهلية بشكل عام مشكلة قديمة من منذ أيام حكم المخلوع علي عبدالله صالح لم تكن هناك بنية تحتية لمنظومة الكهرباء في الإيمان بشكل عام وبالأخص في عدن انقطاع الكهرباء كان لو فترات ولو سنوات تمر فيه وخلال هذه المرحلة زادت هذه المعاناة من خلال كل ما حدث وما مرت به عدن في خلال المرحلة السابقة من محاولة لزوها من قبل ميليشيا الإنقلابية ومن ثم تحريرها من جديد وعودتها إلى الشرعية واستثباب الأمن فيها ومكافحة الإرهاب في خلال الفترة الماضية هذا كله أدى إلى عدم وجود الحكومة أو مسؤولي الحكومة بشكل فاعل في خلال الفترة الماضية وساهم بعدم إيجاد ترميم لهذه البنية المهترية أصلا منذ زمن هذه كلها أدت إلى تفاقم هذه المشكلة في الوقت الحالي ووصولها إلى هذا الحد التي وصلت إليه من انقطاع الكهرباء إلى أكثر من 15 ساعة أعتقد في عدن بحسب أهلنا الذين موجودين هناك في عدن الذين يأكدون أن الكهرباء أصبحت أكثر من 15 ساعة مقطوعة هذا كله بسبب التركة الثقيلة الذي خلفها المخلوق علي عبدالله صالح من خلال حكم اليمن في الفترة الماضية سيد قيسة سيد قيسة أهلا بك معنا في الحلقة لعلك تابعت المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظة عدن واتحدث به عن مشكلة الكهرباء كيف تبعت هذا المؤتمر الصحفي وما الحلول التي طريحت ما المقترحات التي تم تناولها كيف ترى الخطوات القادمة بعد هذا المؤتمر بالنسبة للمؤتمر الصحفي الذي عقده العميد عدرو الزبيدي محافظة عدن صباح اليوم لم يطرح أي بدائل أو خيارات أو حلول لحل مشكلة الكهرباء التي بدأت في الأونة الأخيرة وبالذات في هذه الأيام بشكل سيء للقايا انقطاع متواصل لكثير من الانقطاع متواصل للتيار الكهربائي في حقوم مديريات محافظة عدن الأمر الذي أدى إلى خروق الشارع العدني لإحراق الإطارات وأيضا للقيام بالتظاهر احتجاجا على الانقطاع وكون المدينة تعيش تعيش صيف حار وصلت درجته إلى 40 درجة الأمر وما فيها العميد عدرو الزبيدي مثل ما قلت أنه لم يضع أي حلول لحل مسألة الكهرباء وإنما استنقد بالشقة في دول الخليق هل قدم تشخيصا هل قدم في المؤتمر الصحفي تشخيصا للمشكلة يعني حددها المشكلة برمتها التكمن في أن المحطة التوليدية وبالذات محطة الحسوة التي كانت تقدي محافظة عدن أن المولدات التي فيها أصبحت قديمة وأنها بحاجة لاستبدال قطع غيار يضاف إلى ذلك شبكة توصيل التيار الكهرباء إلى المناطق أصبحت متهالكة بفعل الحرب وأيضا أنه مر عليها زمن طويل دون أن يتم صيانته ولكن هذه الأزمة التي تحصل اليوم في عدن ليست وحيدة هناك العديد من الأزمات أيضا هناك أزمة في المشتقات النفطية يضاف إلى ذلك أن المستوى الصحي أيضا في مدينة عدن لم يعد بالمستوى المطلوب خليه نبقى أيضا حتى أيضا مدير الشركة ورئيس شركة الكهرباء لوح أيضا باستقالته يعني هل له يعني مطالب معينة لابد أن تتوفر يعني لماذا يعني يهدد بالاستقال يعني في البداية المدير مؤسسة الكهرباء مقيب الشعبي له عدة تصريحات سبغت هذه الاستقالة وأيضا قدم استقالته عدة مرات ولكن هذه المرة قدمها أمام الأعلاميين وذلك في المؤتمر الصحفي بعد أن سرد مشكلة الكهرباء وبيّن الحالة التي وصلت إليها محطة الكهرباء في البداية المدير مؤسسة الكهرباء كان يقول أن المشكلة تكمن في توفير كميات كبيرة من المازوط لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية ثم تحولت الآن المشكلة إلى مسار آخر سلكت مسار آخر وهو التضح من تصريحاته أن المولدات بحاجة لتغيير وأن الطاقة لا تفي هناك عجز في توليد الطاقة الكهربائية لذلك لن يتم تقضية المدينة وبقية المحافظات التي يتم تقضيتها من محافظة عدن أصبح الكثير من الغموض يكتنف هذه المسألة يضاف إلى ذلك أن محافظة عدن أيضا لوح أن شركة عرب جولف التي تقوم بتزويد المدينة بالمشتقات النفطية بالمشتقات النفطية لماذا تعرقا لماذا تتأخر في توفير هذه المتطلبات كنت سألتك لماذا تتأخر في توفير هذه المتطلبات حسب تصريحات المحافظة التي سردها اليوم أنهم قاموا بتسليمه المبالغ المستحقة لتلك الشحنات من الوغود لكن على ما يبدو أن حسب المعلومات التي وصلتني أن التاجر المالك لتلك السفن التي قامت بنغل شحنات الوغود وهو أحمد صالح العيسي أنه قاموا بتسليمه عبارة عن شيكات والرقل يريد مبالغ نقدية يضاف إلى ذلك أنه يطالبهم بمستحقات أخرى لا زالت عالقة لدى السلطات في مدينة عدن نعم أستاذ صفوان يعني غير الكهرباء أيضا ما زالت في عدل حقيقة كثير من المشكلات وشارة ضيفنا في عدن الآن شارة لبعض منها مشكلة صحية ومشكلة كذا ترى لماذا هذه الخطوات البطيئة جدا على الرغم من أنها الآن مر أكثر من سنة على استعادة عدن وتوليها من قبل الحكومة الشرعية لماذا هذا البطء يعني البطء الشديد الذي صار في خلال فترة هذه في استعادة الخدمات استعادة البنية التحتية لمدينة عدل التي تحتاجها كانت في جانب الكهرباء أو في جانب الصحية أو في جانب الغانب الأخرى الخدمية كانت تسبب في أولا وجود مجموعة من الإرهابيين الذين كانوا موجودين وكانت عمليات الاغتيال الذي بكثرة وكان اغتيال المحافظة أيضا قافر رحمة الله عليه كانت كل هذه الفترة أثرت بشكل سلبي على وجود الحكومة ووجود الكادر القادر على إعادة عدن إلى ما يجب أن تكون عليه كعاصمة مؤقتة لليمن أثرت بشكل كبير جدا وفي خلال هذه المرحلة والقضاء على الإرهاب والتحرير هذه المناطق التي كانت تحتوي على خلايا إرهابية استطاعوا الآن بتضافر جهود الأمنية وقهود قوات التحالف العربي من القضاء على هذه ويعادة الاستدباب الأمني إلى مدينة عدن وأعتقد أن الخطوات قادمة من أجل هذا إصلاح هذه البنية التحتية التي كانت محترئة في أيام علي عبدالله صالح والتي أيضا بعد شن الحرب على مدينة عدن تضررت بشكل كبير جدا وهي المتهالكة في الأصل أين دور الوزراء المعنيون بهذه في الواقع؟ دور الوزراء المعنيين في الواقع بهذه الخدمات؟ دور الوزراء المعنيين في الواقع أولا كانت هناك مشكلة كبيرة جدا في القانب الحكومي هو عدم توفر ميزانيا وخاصة سيطرة الحوثيين على البنك المركزي واستخدامهم لتلك المبالغ الذي كانت عبارة عن احتياطيب يقدر بربعة مليار دولار بالإضافة إلى السيولة النقدية التي موجودة في دعم أنشطتهم الحربية لقتل المواطنين اليمنيين يعلى أيدي الحكومة مغلولة نوعا ما مهزنة لدى الحكومة ضعيفة جدا وهي تبحث الآن على مصادر لتمويل هذا من أجل إعادة بناء البنية التحتية الموجودة فعلا في عدن من أجل إعادة عدن كعاصمة مؤقتها وتجهيزها لعودة الحكومة في الفترة القادمة أستاذ قيس كيف وضع المستشفيات والمشافي والمراكز الصحية في أجوات تعثر الكهرباء بهذا الشكل؟ بعض المستشفيات والمرافق الصحية لديها مولدات ولكن المشكلة المشكلة أن تلك المولدات بحاجة أيضا للوقود وهنا أزمة خانقة للوقود سواء المشتقات النفطية من بترول وأيضا مادة الديزل لا زالت هناك الكثير من الطوابير أمام محطات الوقود نحن إلى الآن تلك الأزمات التي تضرب مدينة عدن ستؤثر على القانب الأمني أمر طبيعي أنها ستؤثر على القانب الأمني كون المدينة مقبلة على فوضى إن استمرت هذه الأوضاع بهذه الطريقة وقد رأينا يوم أمس الكثير من الاحتقاجات الليلية التي خرج فيها السكان في عدد من مديريات من مديريات محافظة عدن قاموا بقطع الطرغات وإحراغ الإطارات وأيضا لكن هذه المسيرات الاحتقاجية قد تخرج عن مسارها وقد يستقلها الأطراف 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 مثل الإنقلابيين الحوثيين وقيرهم من المسلحين الخارجين عن النظام والقانون لزعزع التلامن في المنطقة بعد أن كانت السلطات المحلية في محافظة عدن قد أنجزت دور كبير في محاربة التطرف ومحاربة المظاهر المسلحة وتثبيت الأمن والاستقرار في مدينة عدن لكن ألا تتوقعون أن خلف هذه المظاهرات وحرق هذه الإطارات في الشوارع ألا تتوقعون أن خلفها أيضا من يستغلها الآن هذا أمر طبيعي أن تكون هناك أطراف تستقل تلك المظاهرات ولكن بطبيعة الأمر أن المواطن محتاج لخدمات وبالذات خدمة الكهرباء وأيضا المياه التي اليوم هناك تصريح أيضا لمدير المياه أن المياه قد تخرج عن الخدمة بسبب العجز وأيضا الشبكة التي أصبحت متهالكة أمر طبيعي أن تستقل بعض الأطراف المعادية للسلطات اليمنية الشرعية سلطات فقامة الرئيس عبد الرب المنصور هذه لمثل هذه الاحتقاجات التي ربما يخرج المواطنين فيها بطريقة عفوية للمطالبة بأبسط حقوقهم التي يتوقب على السلطات أن توفرها في مدينة عدن وغيرها من المحافظات في قنوب اليمن لكن السيد قيس أنت ذكرت وذكر أيضا ضيفي هنا السيد صفوان أن البنية التحتية للخدمات في عدن ضعيفة ومنها كافة من فترة النظام السابق حقها بما يعني أن الكهرباء كانت أيضا ضعيفة كان فيها مشكلات قبل التحرير الآن الصورة في عدن أيهما ألا اقتربت من صورتها قبل التحرير بالنسبة لقبل التحرير هناك كانت أزمات بالفعل ولكن اليوم الأزمة تفاقمت وخرجت المحطات عن سيطرتها الأزمات كانت تمر عبر مراحل خلال نظام المخلوع علي عبدالله صالح وأيضا تلاها الحرب الأخيرة التي شنها الانقلابيين الحوثيين على المحافظات الجنوبية وأيضا على مدينة عدن ولكن كان في السابق هناك حلول ترقيعية يضاف إلى ذلك أن تقوم بعمليات الصيانة بين الفترة والأخرى والأمر هذا كان يسد يسد احتياجات المواطنين في مدينة عدن لخدمة الكهرباء يضاف إلى ذلك أن المحطة كانت تغذى مدينة عدن من المحطة القازية في محافظة مارب واليوم اليوم أصبحت المحطة القازية مفصولة كما يعلم الجميع أنها أصبحت مفصولة ولكن لا بد من حلول سريعة في مدينة عدن كون الاحتجاجات قد تخرج عن مسارها وقد تصبح وقد تعم الفوضى جميع مديريات المحافظة إن لم يتم حل هذه المسألة بالشكل المناسب هل المشكلة في المحافظة نفسها عدن أو أيضا حتى في المراكز والمحافظات الصغيرة التابعة لها ليس المشكلة هنا في محافظة عدن هناك أيضا مسيرات واحتجاجات في محافظة تابين يضاف إلى ذلك أن محافظة أيضا محافظة لحق تعاني نفس المشكلة ومحافظة 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 الضالع نفس المشاكل تعانيها هذه المحافظات المجاورة لمحافظة عدن يضاف إلى ذلك أن محافظة عدن كانت تغدي المحطة الموجودة في محافظة عدن كانت تغدي الأربع المحافظات بينها محافظة أبيان وأيضاً الضالع ومحافظة لحق نعم نعم سيد صفان دور الأحزاب السياسية في قيادة المجتمع في هذه الفترة وقيادة هذه المشكلات الآن ووضع الحلول أين هي؟ لا نسمع صوت فعلاً الحزبي السياسي النشط الذي يتباعل مع المجتمع ومحتاجة المجتمع في هذه الفترة الأسهل الشديد كانت مشكلة الكهرباء رقعت وكأنها قضية المحاكات السياسية يقوم كل طرف بإلقاء اللوم على الطرف الآخر كل يحاولوا تصفية حسابات ما بينهم وبين بعضهم بالوقت الذي يجب أن تضافر فيه كل القهود من أجل إعادة الكهرباء من أجل إعادة اللحمة إلى هذا الصف من بناء البنية التحتية فيجب أنه عدم المتاجرة بمعاناة الناس يجب عليهم استيعاب هذه الفكرة قيداً وإعادة خط تعاون شديد يقوم به كل القوى السياسية كل منظمات المجتمع المدني مع السلطات المحلية مع الحكومة ووزرائها من أجل إعادة وترميم البنية التحتية لكي تكون عدن هي العاصمة بالنسبة للمشكلة للكهرباء إذا سمحتني بلو أعود لها من جديد الكهرباء في أهد المخلوق علي عبدالله صالح المحطة الغازية التي في مأرب بنيت على طاقة قصوى مقدارها ألف ميجا في الوقت الذي كانت اليمن تحتك في ألف واربعمائة ميجا بالرغم أن المحطة أتت كمعونة من أحد الجهات الدائمة وعبارة عن هبة ولكن بدل أن يوجه علي عبدالله صالح بعمل محطة كهربائية تستطيع أن تخدم اليمن لفترة قادمة حصرها على ألف ميجا وهي أقل من الاحتراجية وإنما كانت أقل من الاحتراجية هذا أدى أيضا إلى هذا العجز علي عبدالله صالح لم يكن يريد أن يكون هناك بنية تحتية حقيقية في اليمن وكان يحاول أن يتاجر بهذه الأزمة طوال هذه الفترة عندما وصلت الآن السلطة الشرعية وحاولت ترميم هذا الشيء أصيبت بهذا الإحباط أو بهذا الإنكسار من خلال احتراء الشبكات الشبكات كانت كلها مربوطة مركزين بمأرب كانت المحطة تولد الكهرباء وترسلها إلى مأرب ثم تعود وتوزع من مأرب كتحكم مركزي في خلال الحرب هذه فقد هذا التحكم مركزي وأصبحت كل المحافظات معتمدة على أنفسها وبالتالي كانت المحطات التي موجودة في عدم غير قادرة على توليد الطاقة الكهربائية بنفس الكيفية وإنتهاء الشبك مشكلة الكهرباء الآن ترتكز على نقطتين أساسياتين مشكلة الوقود ومشكلة المولدات مشكلة الوقود وبحسب تواصلنا مع أجهات مقربة من رئيس الجمهورية عبد الربو منصور هادي تأكد أنه تم حلها من خلال الاتفاق مع التاجر الذي تم ذكره الشركة عرب غولف وتعهدوا له بدفع كامل المبالغ وكان هناك تعاون كبير جدا من هذا التاجر وسيتم إنزال هذه الوقود في خلال 24 ساعة تقريبا القادمة من أجل تشغيل التوربينات الذي هي موجودة حاليا مشكلة التوربينات والمولدات أيضا تم التواصل أيضا مع أجهات مقربة من الحكومة وأكدوا بأن المبعوث الخاص الولي عهد أبو ظق تعاهد إصلاح هذه التوربينات وهذه المولدات الكهربائية قبيل رمضان وبأن الكهرباء ستكون في رمضان بشكل جيد هذا تم قبل تقريبا في حدود ساعتين أين الأثرياء الرجال الأعمال؟ أين دورهم؟ الرجال الأعمال يجب عليهم أن يقوموا بدورهم بشكل فاعل عليهم أن يساندوا أبناء اليمن في هذه الفترة وبالتداد في مساعدة اليمن بإعادة البنية التحتية لأنها هي البنية التي سيعودون للتجارة داخل هذه البلد وبالتالي فعليهم مساندتها وعليهم إعادة بعض الحقوق لأبناء هذا الشعب الذي انتحنت طوال الفترة الماضية والتعاون مع السلطات نعم، هل هناك خطوات في هذه الاتجاه مع رجال الأعمال؟ أو هناك ترتيبات؟ أعتقد أن هناك ترتيبات كثيرة مع مجموعة من رجال الأعمال تقوم بها الحكومة في خلال المرحلة القادمة وستساعد في إعادة البنية التحتية وبالذات في العاصمة المؤقتة عدن من أجل عودة الحكومة في خلال الفترة القادمة أعتقد بحسب التوقيت التي سمعناها من الوزراء ومن مجموعة من الوزراء أنه سيتم نزوله في خلال الفترة القادمة إلى عدن ومارسة مهمهم من داخل المدينة طبعا أكيد سينعكس هذا على الخدمات بشكل عام لكن الكهربائية محورية وأساسية في هذا الأمر بالتأكيد وبالتالي غربما تكون البيئة أيضا مهيئة للأمراض وسمعنا الحديث عن حمى الضنك وعن أمراض معينة كيف الآن تواجه هذه المخاطر في هذه المناخذة؟ بالتأكيد في ظل عدم توفر الطاقة الكهربائية ستكون هنا غياب كامل للبنية التحتية لأن الطاقة الكهربائية التي يعتمد عليها في تشغيل المستشفيات في تشغيل الأجهزة الطبية غائبة وبالتالي فإن هذه المولدات لا يمكن الاعتماد عليها في خلال المرحلة الحرقية التي تمر فيها حمى الضنك انتشرت بالأسف الشديد بسبب غياب الدول الخدمي في البيئي وعدم وجود اللقاحات الكافية من أجل تفادي هذا الشيء الكثير من أبناء محافظة عدن المصابين بحمى الضنك وكذلك المحافظات الأخرى مثل أبيان واللحق والضالع وكذلك حتى في الحديدة الذي سيطر عليها الحوثيين والإنقلابية هناك مأساة حقيقية عدن تأثرت كثيرا بعد التحرر بغياب البنية التحتية الذي استطاع الحوثيين أن يدمروا ما تبقى منها في خلال فترة تواجدهم في عدن وفي خلال معارك تحرير عدن المحافظات الأخرى الآن حضر مووت المكلة التي تم الآن تحريرها في الأخير وفيها أيضا معاركها تدور مع القاعدة وتطهير هذه المحافظات كيف الوضع الكهرباء فيها الآن أيضا نفس الإشكاليات أو أنها قادرة على أنها تنهب بنفسها مشكلة الكهرباء في اليمن تعم كافة المحافظات طرقت لك أن محطة الكهرباء الغازية التي كانت تعتبد على اليمن كانت تنتق ألف في وقت هذا قبل ثلاثة سنوات طبعا كانت تنتق ألف في الوقت التي كانت في اليمن تحتق إلى ألف أربعة ميجا أنتقت ألف ميجا وكانت لا تنتق الألف كانت تنتق ثمان ميجا لأنك لا تستطيع أن توصل إلى الحد الأقصى مشكلة الكهرباء في اليمن مشكلة عميقة بكلها اعتمدت في اليمن في خلال حكم علي عبدالله صالح على الطاقة المشترى والذي كان يشبه الكثير من الفساد هذه الطاقة المشترى تتم من خلال المقموعة والتقار الذين يحضرون مولدات أو سفر لتوليد الطاقة الكهربائية ترتبط بحرن بعض المحافظات من أجل توليد الكهرباء إلى شهر أو شهرين وتدفع مبالغ طائل لو كانت هذه الطاقة أو النقود التي دفعت من أجل الطاقة المشترى لقد استطعنا بنا أكثر من خمس محطات دولية طاقة كهربائية ولكن كل محافظات اليمن تتأثر الآن سواء كانت شبكة المتهالكة للطاقة الكهربائية والمحطات الكهربائية المتهالكة فعليا أو نتيجة الحرب والذي أثرت أيضا على ما تبقى من هذه الشبكات المتهالكة ومن هذه المحطات المتهالكة للأسف الشديد وبالتالي في أن معاناة الشعب في خلال هذه المحارة معاناة صعبة جدا ويجب تضافر كافة القهود وتوحيد كافة القوى السياسية والشعبية والمدنية والسياسية وفي السلطة المحلية من أجل المرور بهذه المرحلة وإعادة البناء فيها من جديد السيد قيسي يعني جيدا أن يكون هناك مؤتمر صحفي للمسؤولين لتوضيح وشرح الملابسات هذا الأمر ومعوقات الكهرباء لكن هذا يحتاج فعلا أن يكون هناك أيضا شفافية ووضوح في التناول الإعلامي الآن في مخاطبة الجمهور الذي يحرق الإطارات في الشوارع الآن ضيفي هنا ذكر أن هناك خطوات لمعالجة الوضع بالتعامل مع موفر الوقود ومع أيضا جهات أخرى لتوفير أيضا مكائن كهرباء وتوربينات وكذا دور الإعلام الآن وأنت رجل أيضا كاتب ولك علاقة بالإعلام دور الآن في حقيقة قيادة المشهد في عدن الآن بالنسبة لدور الإعلام هو يحاول الإعلاميين هنا والصحفيين وأيضا المواقع الإخبارية بقدر المستطاع أن يمتصوا قضب الشارع القنوبي في مدينة عدن ويحاولوا أيضا توضيح للناس عن أسباب قياب الخدمات من بين خدمة الكهرباء أيضا الإعلاميين والصحفيين هم من أشاروا على العميد عيدروس الزبيد محافظة عدن أن يخرج بمؤتمر صحفي كون الضغوطات من الشارع أصبحت كبيرة وأصبحت الناس لا تحتمل هذا القموض الذي يكتنف مسألة خدمة الكهرباء وغيرها من الخدمات الأخرى حتى وإن تم الآن حل مشكلة التيار الكهربائي وأيضا توفير الوقود للمحطات البنزين ومحطات الديزل هناك أيضا العديد من الخدمات لا زالت قايبة عن المدينة وبالذات في القطاع في القانب الصحي كما أشرت أنت وضيفك أن الحم الضنك أصبحت منتشرة في مدينة عدن يضاف إلى ذلك العديد من الأمراض التي تصيب الأطفال ولا يلقى المواطن لا يلقى إلى المشافي الحكومية التي كان يتلقى فيها العلاق بالمقان الآن أصبح المواطنون يتسابقون على المشافي الخاصة والتي تقني أموال طائلة لقاء بعض الأبوية أيضا شكرا لك السيد صفوان السيد قيس السيد قيس أعتذر انتهى وقت البرنامج شكرا جزيلا لك أن كنت معنا ثلاثون ثانية ماذا تريد أن تقول به السيد أريد أن أوقع عدة رسائل أوقع رسالة إلى السلطة المحلية والقوات السياسية التي موجودة في عدن عليهم توحيد قهودهم من أجل الخروج في هذه الأزمة الحقيقية أكد على أبناء عدن أبناء مدينة الغالية أن لا يندفعوا وأن لا يجعلوا أحد يستغل هذه الاحتجاجات الحقوقية التي هي من حقوقهم نعم وتخرجها عن الإطار واتقع إلى أي احتجاج آخر الشهيد الذي سقط بالأمس آلمنا كثيرا وبالتالي نتمنى أن تكون احتجاجاتهم شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا لضيوفي في حلقة الليلة من المشهد اليمني الأستاذ صفوان سلطان إعلامي وحقوقي كان معي هنا في السيد البرنامج أيضا شكرا لضيفي من عدن الأستاذ قيس الشاعر كاتب ومحلس فياسي شكرا جزيلا لكم أن تبعتمونا في هذه الحلقة وتحية لكم من فريق البرنامج في أمان الله اشتركوا في القناة